السلام عليكم اصدقائي. صعد الله وقتكن. كل خير معكم خلدي جنيد من قناتي الخاصة. اليوم ان شاء الله بدنا نحكي عن شرح على اورج الكورج البي اي سبعمية عن موضوع استخدام المايك او الميكروفون. ويلا نبدأ. اهلا فيكن اصدقائي عن جديد. اه ازان بدنا نحكي عن موضوع استخدام المايكروفون او المايك على اورج الكورج البي اي سبعمية. احنا سبقوا وعملنا فيديو عن على اورج البي اي فور اكس. اه بنا انا اطلب الشباب لح نشتغل على اورج البي اي سبعمية. بداية ممكن ملاحظين اختلاف في الصوت. عم باقي الفيديوهات لانو عم بشتغل على ميكروفون هلا. انا واصل باصله لاين عادي بدون آآ جاك ثلاثي على اورج البي اي سبعمية. هادا هو الميكروفون لح فرجيكم ياه. هادا ميكروفون. يعني بتكن تقوله كتير رخيص يعني بداي. يعني خفيف الوزن وكتير نوعيته آآ عادية جدا يعني. متل ما بيقولوا عنا بالشام يعني تبع الليرا. انو رخيص كتير. فلهيك السبب آآ هالسببات بتشوفوا انو صوت شوي مختلف. بدايتان. لحتى نشتغل على الميكروف صاح. اول شي هذا السبعمية هو والالف. آآ للأسف بالاوت طبعا بالمخرج. ما في الا لفتو رايت ما في آآ يعني انو بحيس انو نخرج الميكرو لحاله. نعمل له آآ لاين او كابل لحاله ونخرجه على الميكسر. تمام فلا تضطروا انو يكون المخرج مع آآ الورج نفسه مع اللفت و رايت. مع الاقاع وباقي الشغلات اللي بالورج. بدايتان من روح على الجلوبال. اول شي بنا نعملو. او بالاحرى لحتى. المفتاح هذا الميكرو اللي موجود هون على الشاشة. هذا المفتاح. التبع الميكرو لاحظوا. هيك بيقوى وهيك بيوطى من هون من برا. ولكن فيكن تحولوا على هادا المفتاح اللي هون عند آآ كنابس. شايفينو هادا? فيكن تحولوا لهون. طريقة هي كالتالي. ومرو عالجلوبال. ومرو على الكنترولز. ومرو على هاي. لاحظين هون. فيكن تخصصو المفتاحين هدول اللي اللي تحت الاسينابل كنابس. هذا اليميني اللي بدنا نحط عليه الميكرو. لاحظوا. عفوا. هاي الميكرو. اوديو ان فوليوم بتحطوه بيصير من هون الشغل. وبتنوصو الماكريفون. هاي خلصنا مناه اول شغلي. مروا بنرجع للجلابل. منيو. عال اوديو فيديو. اول شي هاي للسبيكر. انا هلأ عاللاغي للسبيكر لانه عم سجل عالا بالستيديو عالداخلي. عال اوديو ان لحظوا هون عنا تلات خيارات لاين ومايك. وغيتار. هلأ يفضل ازا مكرو بتحطوه مكرو. ازا بواسطين اورك تاني عال عالسبعمية بتحطوه عاللاين. يفضل. تمام. عالجيتار لاحظوا ازا حطينا جيتار. بيختلف الوضع. بيصير بيصير الصوت يكي بيعطيكن شوية دسترشين. يفضل تخلوه عالمايك. هي خلصنا منا كمان. منروح على. المايك ستاب. اه لحظوا هون هلأ شو عنا اول شي هون فوق عند الهيل هون. لما بس هيك منختار الاعدادات اللي موجودين بال. موجودة بالورغ عنا. في كزا في اعدادات من الشركي وفي اعدادات انتو فيكن تحفزوها عاليوزر. الى عالفاكتوري للشركي. هاي خلصنا منا. من هون نجي عند التاك افر. هادي لما بتفعلوها. اذا اي افكت مفعلينه بالورغ. اي افكت كزا بيرجع. نظامي بصير فقط للتحدث للكلام. الو. هلا انا ما نفعل شي بالاساس. مشان هيك ما عطا شي. هاي الاوتو لما بتفعلوها. اه لما بتفعلوها بتشتغل معكن مع التاك افر. تمام. ازا الورغ شغال مسلا. لاحظوا هاي الفليوم. هادا ما بيتفعل لحتى يكون التاك افر مفعل معو. بصير انو اه عم تتحدثوا ويبطى صوت الاورغ لحد معين. لحد اللي انتو بتحطوه هون. مسلا هلا. هاي الاورغ. ازا شلنا الاوتوماتيك. شايفين ما عطا شي. ازا عطينا اون. شايفين صار يقوى ويوطى يعني يعني الموسيقى الخلفية اثناء التحدث. منطفي الاورغ منطفي الموسيقى. ازا هاي تتفعل مع التاك اوفر. تمام? لما بتعطوها اوتوماتيك بصير اه لاحظوا كيف? تمام? بصير اوتوماتيك الموضوع. اه خلصنا من ازا من هون هاي منا هون نجي عالديناميك هون. عالديناميك. اول شي بتكون اي شي لكم تشتغلوا بالاعدادات بتكون تطفو هاي التاك اوفر. تمام? هلا منبلش. انو بس تكونوا مفعلينة ما عاد يشتغل الا تحدث عادي بالنسبة للمايك. هلا ازا احنا عالديناميك هون. ايكولايزر داينميك. اه عنا ايكولايزر بالاول وعنا الكمبراسور وعنا معروف الكمبراسور كمان ضغط للصوت. وعنا الاموضوع البيز والتريبل والميدل وهالاشي هاي بتاعرفوها. هلا ازا هون طالما عاملين اوفر الوضع هيك تمام هلا فينا نعير بقى هون. ازا طفينا. شايفين? رجعنا ولعنا هون. تيست 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 تيست. هي اول شي اللا والبيز والميدل مكتوب عليها والهاي تريبل. تشيك 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 تشيك. ملاحظين كيف? هاي بتفعلوا هاي الشغلات كلها. بتختاروا الصوت اللي بيناسب العيار اللي بيناسب صوتكم. الكمبراسور كمان نفس الشي لاحظوا هلا. تشيك تشيك تشيك. كيف عطي الضغط للصوت وراح? هدول تنتين. وعننا كمان حساسية. تشيك 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 نحظين. هالأصص هاي. هاي من اللي جلوبال احنا عنشتغل هلا. تمام شباب? المايك سيت اوب. اكي? ازا خلصنا منا لهاي المايك سيت اوب. هلا بدنا نروه بقى للمنيو. هون الفايس برزيت يعني اعدادات الاعدادات السابقة. تمام? عنا هون افكتين بس يعني في اختلاف كتير بين وبين البي اي 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 الف. نجي لهون. اه لاحظوا هون عنها محطوط اه افكتين بس ما عملونين اف. مطفيين يعني ملغيين. اه منجي الهل بالاول. شاك 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 كيف? هاد عيار الهل محطط له ريفرب محطط له محطط له دي لي. يعني هون هلأ شو ما نعمل احنا هون? من فوت للعيارات الاكت لاحظوا الفاكتات مثلا نعمل آآ آآ شواهيك تمام مشان يكون الشغل تمام آآ بتحطوا العيار بتضلوا بتقلبوا الفاكتات لحتى يناسبكم الفاكت معين. تمام? اكل اللي بيجبكن يعني آآ دي لي ريفرب آآ شو بتكون تحطوا كورة سهل الاصص هاي. تمام? ونروح على آآ لهون مسلا. اخر صفحة هي اللي هي المايك. لاحظوا هون. كمان اجامعنا لهون. هي من الجلوبال. حتى ما ظل ياخد الفاكتات من الجلوبال. بنجي لهون بقى. لاحظوا. انا طافي الفاكتين هاي الفاكتات. بيكون من هون دغري تشغلوها. وتلغوها. عند الهيل هون بقى. عند الهيل. مجرد تكبسوا هيك. بتطلع العيارات اللي بتكونوا آآ عاملينها مسبقا. يلي بتكون ترجعوا وتلغوها. انتم عم تشتغلوا بالتمام. هلا هون بعد ما عملنا عيار معين وسبتنا وخلصنا انه هذا الفاكت المطلوب. بدنا نسيف شي جديد مسلا. نروع على صفحة الفويس بريزيت. حطينا افكت معين على التعيين. خلونا نبدل مسلا. اه. اه. حتى نسيف. ولنفرض اه. باقي شي كورس مثلا هذا مسلا. شيك شيك. ولنفرض انه خلاص عملنا عيار اللي بدنا اياه. وعلى الاخير بدنا نسيفها مجرد نجي لصفحة الفكت نفسها لهون. تفعل معنا. افهم بس لحتى شيلة الفكت. تتفعل آآ معنا ال آآ تلاحظوا هاي اللي تمام تتفعل معنا. ما نحط اسم الفكت اللي عملناه. ولنفرض اه اي شي مسلا. ايه. ومنحدد على اليوزر طبعا هون. ومنحط الفكت يلي خضرناه. ازا كنا بالحفلة طبعا. ازا كنا عم نشتغل هون. شيك. كايفين? طلبنا اللي بدنا اياه. خلاص كل الوضع بيكون تمام. ايه شباب. هني المكره هون هيين كتير احيان. احيان من ارق بالنسبي للاستعمال. تمام شباب. ازا هيك منكون شو بيقى عنا? هاي التك اوفر ما تماتل. ازا من الشاشة من هون. لو كان في افكت شيك. جرد فعلتوها. راح كل شي. انه هاي صميم للحكي. كنت تحكوا تمام? هيك بترجع للافك الطبيعي. تمام شباب? بنرجع من الاول لهون. هون هاي الفوليوم تبع المايك متل ما تلكون انا فعلته هون صارت شايفين كيف? صارت هون عشما. تمام شباب? هدا ازا كان كل شي بالنسبي لموضوع المكرو. بس اه بدي اعتذر منكم ان المكرو اللي انا هستخدمه كتير سيء. ازا بيكون مكرو اه مرتب يعني بيطلع الشغل احلى. طبعا. ازا ما عنكن اه مكرو عادي يجيبوا اداب تراي تحويلي من اللاين للجويستيك او للجيك سلاسي. واستخدموه بيضل الشغل احلى. هذا كان كل شي ازا بتمنى يكون اه عجبكم الفيديو لبين المطلوب. كان معكم خلدي جنيد من قناتي الخاصة. تحياتي لكم والسلام عليكم.